لو انت بتصور بومبايل او ويب كام او كاميرا احترافية وعايز تستخدمهم في تسجيل فيديو او بث مباشر او متلمات فيديو مع امكانية عزل خلفية بدون كرومة وامكانية تغير الخلفية بصورة او فيديو او حتى تضيف اللوجو بتاعك وانت بتصور مع امكانية تتبع تلقائي لحرقتك في الكاميرا او حتى تعمل كل ده مع بعض في نفس الوقت يبقى تابع معي للاخر علشان فيه مفاجأة في نهاية الفيديو يلا بينا قبل ان نبدأ الفيديو ما تنسى تدعمني بلايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد البرنامج اسمه اكسس بلات في كام وده برنامج هيتحلك انك تعمل كل اللي قلته واكتر وعلشان تعرف ازاي تعال نشوف يلا بينا يلا بينا نبحث عن البرنامج اكسس بلات في كام نضخ على اول واحدة هيجيلنا دي هندوس دولود بعد ما نحمل برنامج هنثبته وهنعمل ايميل على الموقع علشان نقدر ان احنا نشغل البرنامج ببلاش نفتح بقى البرنامج دي الوجهة بتاعة البرنامج هنشرح دلوقتي اول حاجة وهي اختيار الكاميرا انا معي تلك كاميرات هنجرب عليهم الاولى وهي الكاميرا الاحترافية والتانية كاميرا الكمبيوتر والتالتة كاميرا الموبايل نبدأ بالكاميرا الاحترافية الكاميرا الاحترافية اللي انا بصور بيها اللي هي تحت على اليمين دي انتو شايفين كده اهي دي كده اللي تحت على اليمين دي اما الكاميرا الكمبيوتر هي دي اللي في النص اللي هي الي او اس بي دي الان انا نوصلها اما كاميرا الموبايل علشان نوصلها افتح بنزل على الموبايل برنامج دي Action Camera Connect انا فتحت الـ Application اللي على الموبايل وهوصلها دلوقتي اختار الاول حاجة من هنا اختار use your mobile phone as a webcam كده انا فتحت application الكاميرا ولازم طبعا افتح نفس الواي فاي اللي على الجهاز قلي use new كاميرا كده اوهو انا بصور بكاميرا الموبايل ودي كاميرا الاصلية اللي انا بصور بيها الاساسية ودي الكاميرا الثانوية اللي انا بصور بيها وكاميرا الموبايل كاميرا الموبايل ممكن استعادة من الكاميرا الخلفية عادي كده زي ما انا بصور بيها او الكاميرا الامامية زي كده تمام نقفل حاليا كاميرا الموبايل ونختار ونجرب عليها شرح مزايا البرنامج واحد عزل خلفية بدون كوروما ودي بنعملها بعد ما بنختار الكاميرا وبندوس هنا شايفين كده كده عزل لي الخلفية خالص كده مفيش يعني كل حاجة عزلها طبعا الوضع هيكون افضل لو انا استخدمت آآ الكاميرا التانية لو انا استخدمت كاميرا الاحترافية بعد ما اخترنا الكاميرا الاحترافية في عندنا ودي اللي هو الوضع الاساسي في عندنا وده هي زل الخلفية بشكل كامل طبعا عزل الخلفية هنا بها افضل لان الكاميرا هنا جودتها افضل وتفاصيلها اكتر فقدر انه يعزل الخلفية بشكل افضل بكتير من الويب كام بتاعت الكمبيوتر ميزة رقم اتنين وهي تغيير الخلفية انا كده خلاص عزلت الخلفية عايز بقى اضيف خلفية فيه البرنامج بيزودني بخلفية جاهزة زي كده 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 هايز بادوس على اد نيو باكراوند ويقول انت عايز تضيف صورة ولا فيديو ولو عايز تضيف رابط يعني تحط رابط الفيديو بتاع اليوتيوب وهو هيشغل فيديو وراك بنجير حتى ما يكون الفيديو عليك ازاك او ممكن احط موقع يعني مسلا لو انا هدخل هنا اكسس بلت مسلا دوت كوم اقول له انا هحط لي الموقع بتاع اكسس بلت ده كخلفية شايفين كده فتح لي الموقع اهو وحطولي كخلفية طيب انا اقول له مسلا سعقلي الفيديو ده ده فيديو انا كنت عملي كنت مختاره اللي خلفية يعني محمله من علي اليوتيوب وقلت له ايه انا اعزك تحطل الفيديو ده خلفية وهذا اتو شايفين الفيديو ده حطولي خفية ابس طبعا كنت اعمل شikalت عدال في الفيديو ده علشان يليجي الالوان زي ما تشعقي الالوان عبر دوس واحد احنا ممكن نعد على الالوان مع الطريق ان احنا ندوس هنا شايفين دي دوس هنا كده قبلي عادلات بتاع الخلفية اه ممكن نعمل زوم لعلى الخلفية zoom in zoom out. ممكن احرك الخلفية من وجمال وفوق وتحت. ممكن العب في الالوان. الالوان مخليها صفر. ممكن ازود الالوان تشعبها الالوان واخلي مثلا مية في المئة. كده خلص الخلفية فيه خلفية متحركة شغالة ورايها وهو كل اللي بيعملوا بها زي الخلفية. طبعا الموضوع ده بيكون احسن طبعا بكتير في الكاميرا الاحترافية. وممكن نغاير الخلفية ومش هيبان خالص كل المشاكل اللي كانت موجودة هناك. زي ما انتم شايفين كل حاجة تمام باين عليها انها طبيعي جدا ما فيش بس كر ايدي في لما تيجي في زاوية معينة كده بتعمل هنا. ولكن ايدي دي تمام مش باينة قوي يعني. فلكن كحركة انا كشخص يعني زي الفل كده الكاميرا جامدة جدا يانو البرنامج جامل انبوهمتهم. نغاير الخلفية عادي خلال زي ما احنا عايزين. نحط الخلفية اللي احنا عايزينها. نحط لوجو. نحط فيديو خلفيا. نحط اللوجو بتاعنا. نعمل كل حاجة احنا عايزينها. نخفي الكورسي. ايشي. الكورسي اهو. خلص كده خافينا الكورسي. وبقى معانا خلفية متحركة. وبقى معانا كورسي متشال وكواليتي افضل. طيب. نخلي خلفية عادية ولكن نرجع للخلفية الاصلية. في بقى حاجة هنا اسمه بلور. البلور دي بتعمل عزل اكتر الخلفية. تباين كأنك يعني مصال بكاميرا احترفية اكتر وبعدها سياني في افضل ايه. زي انت شايفين احنا ممكن نزود البلور ده لحد مية في المية لحد ما يسيح كله على بعضه. كل حاجة سيح على بعضه. فبصراحة يعني دي حاجة جامدة جدا يعني مش قادر ان انا هتخلى عنا لازم استخدمها دايما في كل الفيديوز بتاعدي. فبجد بجد بجد عاشية اكسس بلت. البرنامج جامل جدا وممكن نستخدمه مع برنامج انفيديا برودكاست نعمل حاجة اسمه الاي كونتاكت. البرنامج يخليني باصص الكاميرا على طول ما ما كنت باصص في اي مكان تاني. لا حلو جدا انا مبسوط بيه وابنصحك على الاقل على الاقل انك تجربه. هتستفيد جدا انا. وهنجرب هنا اخر حاجة الاوتوفريمينج. الاوتوفريمينج بتحرك شمال. هو بتحرك لوحده. بتحرك يمين. بتحرك مع لوحده. اوتوفريمينج بيزبط الفريم لوحده. دي الانهانس لايتنين دي قلنا ان هي بتزبط الاضاءة على عيه انا اكتر علشان انا بن اكتر في الصورة. البرنامج ده مجاني ولا بفلوس. البرنامج مجاني ولكن في نسخة مدفوعة. دي نسخة الفي كام ودي نسخة البرودكاست بريميام. ودي بقى اللي هما الاثنين مع بعض البرودكاست بريميام والبريميام باندل. انا بالمناسبة انا بسجل ده ده بالبرنامج بتعمل وهو برودكاست بريميام. الشهر بتمانية دولار وفيه عليه تخفيض بستة دولار. اما الاثناشر سهل الشهر باثنين وعشرين ونصف دولار. اما لو هتشترك مدى الحياة فده بستين دولار. ولو حبيت تجرب النسخة المدفوعة فهسيب لك رابط من خلاله تقدر تاخد خصم عشرة في المية لما تيجي تحصل على اي اشتراك من الموقع سواء الاشتراك الشهري او الاشتراك اللي مدى الحياة. او ممكن تدخل كود الخاصم اللي هيزر على الشاشة ده قبل ما تكمل عملية الشراء. ولو انت صانع محتوى او بتعمل بث مباشر وحابب مزايا اكتر بكتير فاكتب لي في التعليقات وهشرح لكم برنامج اكسس بلت برودكاستر بريميوم اللي بيقدم مزايا قوية جدا تساعد اي صانع محتوى في انه يقدم محتوى احترافي ولو وصلت لنهاية الفيديو فبشكرك جدا جدا انك شفت الفيديو للاخر وفضلا تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتشارك في القناة علشان تشوف كل جديد السلام عليكم